تخيل تليفون بمعالج الهواوي كيرن 980 ومعه بطارية كبيرة ومعه شحن خرافي سريع وعنده كاميرا مميزة جدا وسعر يبدأ بـ 435 دولار نعم أنا بحكي عن الانر V20 خلا يشوف هذا الجهاز الخرافي السلام عليكم أصدقائي أنا سيزارة ورحب فيكم في قناتي سيزارة ريفيوز أهلا وسهلا بالجميع الانر V20 هذا الجهاز تصميمه غير مواصفاته غير وسعره غير أنا شايف فيه جهاز يتحدى معظم الأجهزة لأنك ستأخذ جهاز بمواصفات خرافية والسعر اللي بده يبلش فيه 435 دولار في الصين خليه يوصلنا إحنا 500 دولار 550 دولار يعني في الخليج بيظلوا سعر خرافي بدي أحكيكو عن مواصفاته وانتو في الآخر بتقرروا إذا هذا الجهاز بيستاهل أكيد المراجعة أهم ولكن إذا توفر هذا الجهاز أكيد رح أعمل مراجعة إذا لم يتوفر مرح أعمل مراجعة نبدأ بالتصميم وتصميمه غير طريقة عرضه للعدسات في الخلف مختلفة أفقيا ومن الزجاج والإطار من المعدن والشاشة من الأمام معبي جسم الجهاز وفيها ثقب هذا الثقب فيه الكاميرا يعني عامل كل شيء بدكيها بصراحة شكله جميل جدا ومن تجربتي مع أجهزة آنر بالعادة التصميم اللي بتأخذه بالفلاقشي بتبعهم خرافي البصمة في منتصف الجهاز ورح تشوفه أنه مع انعكاسة ورح تشوفه حرف الفي يرسم على جسم الجهاز من الخلف بطريقة جميلة جدا سماكة الجهاز 8.1 ووزن هذا الجهاز 180 غرام هذا الجهاز يدعم شريحتين ولكنه لا يدعم مقاومة الماء بأي معيار الشاشة IPS LCD 6.4 إنش Full HD Plus 398 بيكسل لكل إنش الشاشة جميلة جدا ومغطية معظم جسم هذا الجهاز وما في عندك ناتش أنا بعتبر أنه ما في ناتش الثقب هذا ليس ناتش نظام التشغيل حيكون من الباي 9.0 مع سكن تبع هواوي الام يو اي 9.0 المعالج هو الكيرن 980 هذا المعالج سبع عن هانو متر هو من أفضل المعالجات الموجودة بالسوق هذا المعالج فعلا من تجربته أداء أخرى فأنا جربته في الميت عشرين والميت عشرين برو فعلا أداء ممتاز جدا ما علي أي مشاكل فلذلك الأداء هون هتأخذه Top Notch يعني مش Notch & Notch بس Top Notch يعني شيء مرتب كثير وفيه له إضافة كمان هذا الجهاز هذا المعالج تذكروا هواوي حطت إش اسمه GPU Turbo بحسن أداء الألعاب وبتشوف أداء أفضل المرة هاي نفس GPU Turbo موجود ولكن النسخة الأحدث والأطور المفروض تأخذ أداء أفضل من الجيل السابق ولأول مرة بضيف شركة آنر بضيف موضوع كيف تشبك هاتفك مع شاشة وصير التليفون هو عبارة عن ديسكتوب كمبيوتر فالأنار V20 سوف يدعم هذه الخصيبة مثل الـ Mate 120 و Mate 120 Pro سوف تشبكه مع HDMI وتشبكه على شاشة مع كيبورد ويرلس ويكون عندك فعليا في جهاز ممكن تستخدمه الساعات التخزينية إما 128 6 جيجا بايت رام أو 8 جيجا بايت رام أو 250 جيجا مع 8 جيجا بايت رام وعندك SD كارد دعم لحتى 400 جيجا بايت أتكلم عن الكاميرات لا يوجد كاميرات كثيرة ولكن لدينا كاميرا متميزة لدينا كاميرا من سوني آخر حساس من سوني 48 ميجا بيكسل بفتحة F1.8 حجم حساس 1 على 2 إنش ولكن حجم البكسل فيه صغير وهم راح يعوضو انهم يدمجوا البكسل مع بعض يدمجوه مع بعض حتى تاخد جودة أعلى كمان في عندك كاميرا بسموه T.O.F Time of Flight هاي الكاميرا هي عبارة عن حساس على الأغلب بقيس 3D بيجسم أي جسم بطريقة 3D modeling بحيث يقدر يعطيك جسم ثلاثة الأبعاد وهاشوفناها بالهواوي 120 برو وحنشوفها في الانر V20 والكاميرا قادرة تصور فيديو فيديو 4K فيديو Full HD وفيديو HD 960 فريم لكل ثاني فبتقدر تاخد سلو موشن بجودة صح أقل ولكن ممتازة أما الكاميرا الأمامية فهي 25 ميجابيكسل بفتحة F2.0 وقادرة على تصوير فيديو Full HD لم يتم ذكر Optical Image Stabilization ولا Electronic Image Stabilization فهذا يعني إنه ممكن ناخد أقل Stabilization على أداء الواقع بيشوفه من الأمور الممتازة لدينا Bluetooth 5.0 لدينا NFC لدينا مدخل سماعات 3.5 لدينا USB Type C البطارية 4000 ميلي أمبير نعم بالإضافة للسوبر تشارجر من هواوي اللي يعطينا 22.5 واط نفس الشاحن اللي موجود على 120 ليس 120 برو وهذا أصلا شاحن سريع جدا الأسعار اللي بدي أحكيها حاليا هي الأسعار ستكون في الصين مبدئيا نسخة 128 مع 6 جيجابايت رام ستكون 435 دلار أما نسخة 128 مع 8 جيجابايت رام ستكون 510 دلار ونسخة 256 مع 8 جيجابايت رام ستكون 580 دلار يعني أعلى نسخة الأعلى سعر سيكون 580 دلار بحمسك هذا الجهاز أنك تشتريه بتمنى يكون هذا الجهاز ليس بس على الورق أداء وممتاز بتمنى على أرض الواقع يكون أداء وممتاز لأنه الشكله جميل ومواصفاته جميلة والسعر يعني في المقدور احكوا لي شراءكم بهذا الجهاز سأعطيكم ألف عافية سبحانك الله ومحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفركم ونتوب إليك بشوفكم في الفيديو القادم إلى اللقاء